موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدي الأفاضل إلى عدد جديد ومتجدد من معرض الصحافة نستعرض وإياكم ونرصد أبرز عنوين الصحف والأخبار المتداولة والمتناقلة عبر جرائد عربية وعالمية البداية ستكون بالعنوين من جريدة القدس العربي مجموعة السبع تمنح أوكرانيا ضمنات أمنية في عنوان آخر عنوانت الصحيفة في تطورات متسارعة على الحدود اللبنانية بالقول هجوم صهيوني يصيب مجموعة لحزب الله جنوب لبنان أما في فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور مخيم جنين ويتعهد بإعادة إعماره وفي قرار أممي آخر على علاقة بإحراق المصحف الشريف أو نسخة من المصحف الشريف بالسويد مجلس أممي يدين قرار أو يدين حرق القرآن الكريم إلى جريدة العربي الجديد ونطالع منها ضمنات غربية ترضي أوكرانيا مؤقتا أما في تطورات الوضع في السودان فقد تركت الجريدة حيزا مهما لتطورات الوضع في السودان وملفه السودان وكتبت حرب السودان مرحلة العودة في تفاصيل هذا العنوان تضيف الجريدة كلما طال أمد الحرب صارت أكثر وحشية على حد وصف الأمم المتحدة مع سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة تقول الجريدة من العربي الجديد إلى جريدة الشرق الأوسط الآن بعد الناتو السبع تتعهد لأوكرانيا بدعم طويل الأمد الجريدة أشارت في عنوان آخر إلى تطورات الوضع الأمني على الحدود اللبنانية وقالت توترا على حدود لبنان إثر استهداف صهيوني لحزب في تطور ملفت آخر في السودان الوضع الأمني بالخصوص تقول الجريدة المسيرات تدخل معارك السودان مقتل العشرات بغارة جوية وعقوبات بريطانية على طرفي الأزمة نواصل قراءتنا في أبرز عنوين الصحف الصادرة لنهاري اليوم الثالث عشر يولو 2023 إلى جريدة الوطن السورية وفي مسار التطبيع العربي السوري في العلاقات عنوانة الجريدة المقداد ونظيره التونسي أكدان على أهمية تعزيز العلاقات واستمرار التنسيق بينهما بيكين قالت أو نقلت الجريدة كذلك تصريحا لبيكين قالت فيه بيكين على أن نعط وقف الاتهامات والتخلي عن المفهوم الخاطئ لعقلية الحرب البايدة في إشارة إلى أبرز القرارات التي اتخذها حلف الشمال الأطلسي في قمته المنعاقدة في فيلينيوس إلى جريدة لوموند الفرنسية الآن شأنها شأن كل الصحف العالمية تقريبا فقد أفردت حيزا مهما لاجتماع حلف الشمال الأطلسي في انتظار مخرجاتها المتعلقة بأوكرانيا ودعمها وإمكانية انضمامها إلى هذا الحلف جريدة لوموند الفرنسية عنوانت أوكرانيا باقية على أبواب النيتو في إشارة إلى الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص من طرف الدول أو دول الحلف الشمال الأطلسي المجتمع مشاهدة الأفاضل كانت هذه أبرز عنوين الصحف التي رصدناها لكم عودة الآن إلى تفاصيلها بعد هذا الفاصل الإشاء أو الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين نواصل وإياكم مع محطتنا في قراءة الصحف إلى تفاصيل الأخبار التي ذكرناها منذ قليل والبداية ستكون كما أشرنا بجريدة القدس العربي والتي جاء في أحد عنوينها الرئيس الفلسطيني يزور مخيم الجنين ويتعهد بإعادة إعمار إعمار احتعهد رئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعة بإعادة إعمار فورية لمخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية بعد نحو عشرة أيام من عدوان عسكري شنه جيش الاحتلال الصهيوني ضد المخيم استخدم فيه قواته البرية والجوية واستشهد فيه 12 فلسطينيا وقتل جندي صهيوني خلال هذه العملية على المخيم منتصف الأسبوع الماضي في هجوم وصف بالأعنف تقول الجيد منذ العام 2002 وتخللته غارات جوية وتجريف للطلقات وتدمير للبنى التحتية بما في ذلك خطط الكهرباء وشبكات الماء يشار إلى أن الجزائر قدمت منحة لجنين ومخيم جنين قدرت بـ 30 مليون دولار لإعادة إعماره في أقرب وقت ممكن نبقى مع جريدة القدس العربي وطالعنا في أحد عنوينها مجلس أممي يتبنى قرارا يدين حرق القرآن تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى قرارا يدين حرق نسخة من القرآن في السويت ووصفه بأنه عمل استفزازي ينتهك أعراف حقوق الإنسان الدولية ومن بين 47 دولة عضوا بالمجلس سوتت 28 دولة لصالح القرار وعرضته 12 دولة كما امتنعت 7 دول عن التصويت وقد سوتت دول أوروبية والولايات المتحدة ضد القرار قائلة بأنه يتناقض ورأيها في حرية التعبير وقوانين حقوق الإنسان على الرغم من إدانتها لحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم من جريدة القدس العربي إلى جريدة العربي الجديد الآن والتي عنوانت ضمنات غربية ترضي أوكرانيا مؤقتا الأطلسي والسبع تعهدان بدعم كييف على الرغم من عدم حصول رد رسمي أوكراني بخصوص انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي إلى أن الحلف ومجموعة السبع أعلن رفع مستوى دعمهما لكييف لصد التصايد الروسي على أراضيها مع توفير ضمنات تقول الجريدة باستمرار تموين الجيش الأوكراني بالذخرة والأسلحة اللازمين وهو دعم لم يبدد شكوك كييف في تخلي الغرب عن فكرة انضمامها للحلف وهو ما أفصح عنه سابقا الرئيس الأوكراني بالقول أن الضمنات الأمنية لن تكون بديلا عن الإنظمة من جريدة العربي الجديد دائما نطالع حرب السودان العنف المتصاعد يقود البلاد نحو مرحلة العود تقول الجريدة في هذا التقرير المطول على صفحتها الخامسة تنزلق الحرب في السودان إلى مرحلة لا عود بعدما باتت من أكثر أنواع الحروب وحشية وفق توصيف أممي في ظل غياب أي مؤشرة على حراك دولوماسي فاعل سينجح بوقف هذا الصرح وإن كانت الأنظار تتجه إلى ما ستسفر عنه قمة دول الجوار التي تستضيفها مصر اليوم الخميس بالتوازي مع ذلك لا يبدو أي من طرفي القتال وهم الجيش السوداني وقواته الدعم السريع أو قادرا على حسم المعركة لصالحه في ظل التوازن العسكري بينهم إلى جريدة الشرق الأوسط الآن توتر أمني بين حزب الله والكيان الصهيوني على الحدود الجنوبية مع لبنان إصابة ثلاثة عنصر من الحزب اقتربوا من السياج الحدودي إذن توتر الوضع الأمني على حدود لبنان الجنوبية إذن سهداف القوات الصهيونية لعناصر من مجموعة حزب الله اللبناني قالت أو قال الكيان الصهيوني أنهم اقتربوا من السياج الحدودي ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وجاء هذا تطور الأمني بالتزام مع توتر حدودي بين لبنان والكيان الصهيوني ودخلت وساطات دولية لمعالجتها ويتمثل في إنشاءات أقامها الاحتلال في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية جنوب شرقي لبنان بما يوحي بضمه في مقابل خيمتين لحزب الله أقامهما في منطقة مزارع شبعة التي يعدها لبنان أراضي محتلة من جهدة الشرق الأوسط ولا بأس أن نعود بكم إلى تطورات الميدانية في السودان المسيرات تدخل معالك السودان وغارات للجيش السوداني على مواقع الدعم السريع في الخرطوم قصف عشوائي يقتل أربعة وثلاثين شخصا بينهم أطفال في أم درمان شن الجيش السوداني أمسأل البعاء غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في جنوب العاصمة الخرطوم وشرقيه واستخدم فيها المسيرات فيما قتل نحو أربعة وثلاثين شخصا بقصف عشوائي على سوق شعبية أو على سوق شعبية في مدينة أم درمان حسب وزارة الصح وحسب شهود فإن موجة قصف عنف استهدفت منذ ساعات الأولى أمس معسكرة قوات الدعم السريع بالقرب من المدينة الرياضية وأرض المعسكرات في جنوب العاصمة الخرطوم إلى جانب ضربات في شرقي العاصمة وسمع دوي ضربات هزت المنطقة منذ الصباح وحتى ظهر الأربعاء فيما تصاعدت أعمدة الدخان من خلف المباني والمواقع التي تعرضت للقصف وتوقفت مصادر سودانية عند دخول المسيرات المعارك حيث نشرت على وسائل تواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مسيرة تقصف مواقع للدعم السريع جنوب العاصمة ويتداول على نطاق واسع بين النشطاء المؤيدين للجيش أن تركيا زودت الجيش السوداني بمسيرات برقدار الشهير لكن كل من الطرفين لم يعلن ذلك إلى موضوع آخر وجهيدة أخرى الآن جهيدة الوطن السورية التي كتبت كما أشرنا عن مسار تطبيع العربي للعلاقات السورية المقداد وزير الخارجية السوري ونظيره التونسي يؤكدني أهمية تعزيز العلاقات واستمرار التنسيق تقول الجريدة أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي في الخارج نبيل عمار في اتصال هاتفي بينهم الأربعاء أكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الأوضاع الإيجابية على السحة العربية وقالت الخارجية السورية في بيان لها أن الجانبين تناولا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين سوريا وتونس تنفيذا لتوجيهات الرئيسين الأسد وقيس سعيد أكد الجانبين في هذا المجال على أهمية تعزيز الأوضاع الإيجابية في الساحة العربية بما ينعكس إيجابا على القضايا والتحديات التي توجهها الدول العربية تقول الجريدة إلى فرنسا الآن وجريدة لوموند الفرنسية التي عنولت بها الخطي العريض فيلينيوس أوكرانيا باقية على أبواب الناتو الجريدة ذهبت إلى القول أن حلم أوكرانيا وأنصارها الأوروبيين الأوائل مثل بولندا ودول البلطيق لن يتحقق في فيلينيوس ولن تكون هناك معجزات وبهذا المعنى لن تشكل القمة نقطة تحول تاريخية في مسار انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في الموضوع ذاته كان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استبق قمة الحلف تقول الجريدة بالقول إن عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي خلال قمة فيلينيوس هو أمر عبثي تضيف الجريدة ونختم مشاهدي الأفاضل من جريدة لوموند ونفل وإياكم إلى ختام محطتنا مع معرض الصحافة لنهاري اليوم ألقاكم في محطات أخرى في أمان الله